هذه قصة واحد يشتغل دائم على سطحتها يودي سيارات يجيب يعني ما عنده شغل محدد طبعا زوجتي جات وظيفتها في منطقة نائية وعاد رحت نوهية وقلت دعم أنا ما عندي وظيفة بالروح أنا وإنتي وننقل هناك خلاص أنا وعيالي معك وأستجرنا بيت وأثثناه وصرت أشتغل بها القرية أو نقول سيارات أودي أجيب يقول بس كل ليل أروح أسمر بقهوة بعيدة شوي عن القرية اللي أنا فيها يعني تبعديني 15 كيلو وكذا ويقول تقريبا يليلي أروحناك أسمر أتقهوة بهالقهوة يقول وتعرفت لي على رجال ما فيها يقول لي قال لا أنت متزوج أعزب قلت لا أنا أعزب إيش في بالي هذا الرجال خلني أشوفه استدرج يقول تبدأ أنا مو متزوج ولا عندي أحد بس جاي هنا أشتغل على سطحتي وأسترزق أنا عندي بنت أخوي حين بهالقرية الفلانية اللي فيها زوجتي ومدرسة والحالها ولا حد عندها إن كاودك يعني وافقت البنت تتزوجها وتولتهم يلا يقول عاد قلت عبني أرقم أبوها وأنا بكلمه عاد كلمت أبوها خلاص بنشاور البنت ونسأل عنك ونشوف يقول عاد أنتظر أسبوع أسبوعين لا رد علي ولا شيء يقول عاد قلت أنا ببدأ ودوك يقول عاد ودقيت وقال لي أنت فلان الفلاني صح يقول عاد اسمي مرة مرتين قلت إي أنا قال طيب ليش تيجي تقدم عندك زوجة وعيال قلت يا وي الحال يعرفوا على بالني بعيد ما يدرون عني طلعت كذوب دم هذه علومك فالله يسترعلك ما لك زواج عندنا يقول عاد أرجع بيتي اللي زوجتي مهي موجودة أخذت عفشها وراحت بعيد لحالها يقول عاد أدق وتحرى وطلبها ترجع قلت أبد طلعت العروس هذا اللي خطبت فيها صديقة زوجتي بنفس المدرسة ترجمة نانسي قنقر